ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظل التوحيد يتحقق بإساس عبادة لله جل وعلا والإيمان بأنه مصحة العبادة وأنه واحد في رويته واحد في إلهيته واحد في أسماء وصفاته وأنه سبحانه لا شبيهة لا ولا شريكة لا لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في صفاته ولا مصحة عباده والله وحده لا يسحقها سوى سبحانه وتعالى ومع الإيمان بكل ما أقبر الله بي ورسوله والإحلال ما أحله الله ورسوله وتحرم ما أحرمه الله ورسوله هذا هو التوحيد هذا هو الإيمان والهدى نجيكم في العبد مسلم هذه السؤال ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم أما معنى الشرك والظلم معنى جعل لنا شريكا العبادة يدعوه مع الله نظري أو نبي أو شجرة أو صنان يدعوه مع الله يستيقظه مع الله ينبرونا إلى ذلك الله فهذا هو الشريك ويطلق أيضا على الشرك الأصغر كانوا يعودوا الله لأجل الدلهم والدنام فيسعبوا الدنام فيسعبوا الدلهم وهكذا دياء نوع من الشرك الأصغر ويطلق أيضا على كل من كفر وقاله وشرك كل من كفر بالله جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله أو سب الله ورسوله وسمى كافراء وسمى وشركا لأنه بفعله هذا أطع هوا وشرك هواه العبادة مع الله وأطاع أولى الهوى والشيطان وصار كافرا لجحده ما أوجب الله كجحده وجوب الصلاة أو جحده وجوب الصلاة من رمضان مع الستطاعة وجحده ما أباح الله من الهبر والقلم والبقر أو من الحبوب والمباعة من حنطة والشعير ونحو ذلك أو سبه لله أو سبه للرسول الله أو استهدئة استزائه بدون الله ونحو ذلك هذه أنواع ما يقول وشركنا شكرا